هي السجارة بحجمها الصغير لكن نسبة أضرارها قد تفوق قمم الجبال بحيث تعتبر السبب المباشر في أكثر من 28 مرضاً ناتجاً من 4000 من المكونات الموجودة فيها التدخين هو مسبب المباشر لأكثر من 28 مرض وهذه الأمراض هي لنتجة عن التدخين ونتجة عن 4000 مكونات الموجودة في التدخين وفيها كثير من الملوثات التي تقيس الرئة تقيس القصبة الهوائية تقيس الهواغ إسبراطور سوبرير الإستومة القلب كل الأجهزة تقيسها هذه الملوثات رغم الوفايات والأمراض القاتلة التي تهدد المجتمع إلى أن كل الدراسات تثبت أن التدخين ونتائجه السلبية على المدخن والمحيط الذي يعيش فيه في تزايد مستمر ومخيف كل الدراسات تبين بالتدخين ونتائجه السلبية هي في تزايد أكثر من سبعة آلاف حالة السرطان رئة تسجل سنوياً بالجزائر تسعون في المائة تكتشف في أوقات متأخرة حينها لا ينفع الطب والعلاج سبعة آلاف إلى تمت آلاف حالة سرطان رئة نتجان تدخين في الجزائر ونعرفوا بقريب تسعين في المائة من سرطان رئة نكتشفوه في حالة ستنستاد أفنسي في حالة متطورة لكل بداية النهاية ولكن أن تدفع ثمن نهاية مأساوية صعب جداً التدخين مضر بالصحة والأمر ليس حصراً على المدخن بل يتعداه للمتواجدين رفقته وللمحيط لذا فالابتعاد عنه مطلوب تجنباً للعديد من الأمراض والوقاية خير من العلاج